أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة ملتزمة بتغطية الطروحات التي تم الإعلان عنها مؤخراً وخلال المؤتمر الصحفي لفت مدبولي إلى أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لما طرحنا الـ 32 شركة اللي إن شاء الله حيبقوا في البورس أو لمستثمر السراتيجي الدولة ملتزمة تماماً بهذا الكلام توقيتات التفصيلية كلها حتتعمل في هذا الشأن علشان نبقى جاهزين أن نطرح هذه المشروعات في خلال الفترة القادمة